اشتركوا في القناة وقالت معالي رئيسة ميليسن وكلمة أكدت فيها أن هذا البرنامج الهام يكتسب أهمية فائقة تقاس بالدور المفصلي الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن وترسيخا للحضور الفاعل والمعزز لثقة التي تثمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي وقالت أن التطورات المتسارعة في العالم وما تحمله من تشابك وتلاق للمصالح بين الدول على مختلف الصعود تفرض تفعيلا لكافة الأدوات المتاحة من أجل دعم سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ومن هنا تبرز الدبلوماسية البرلمانية كأداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادل بين مملكة البحرين والدول الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وأضفت معاليها أن السلطة التشريعية استحثت القدرات ووظفت الإمكانيات ووضعت الخطط والاستراتيجيات وجعلت في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أولوية ثابتة لكل المراحل باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي وألقى سعادة وزير الخارجية كلمة عبر فيها عن الحرص المشترك لوزارة الخارجية ومجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون البناء وتحقيق الأهداف المشتركة في الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية النيابية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين تنفيذا لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ودعم ومساندة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في إطار توجيهها صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله فإن مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الفاعلة وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية تتحق في ضوء الأوضاع الأقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة عالميا وما تقتضيه المصلح العليا لمملكة البحرين وبما يتلائم مع حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وبما يضمن الحفاظ على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها وتعزيز مكانتها ودورها الأقليمي والدولي مع المحافظة على مميزات تلك السياسة المتسمة بالاعتدال والاتزان والمرونة والانسجام والتعاون البناء مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية ويطيب لي أن أعرب عن بالغ الشكر والامتنان للتعاون الوثيق الذي جرى خلال الفترة الماضية بين المسؤولين في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الأكاديمية والأمانة العامة لمجلس النوار وكافة المختصين في الجانبي لإنجاز هذا البرنامج المتميز الشامل الذي سوف يمكننا بإذن الله من تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود وزارة الخارجية في تحقيق المصالح العليا لمملكة البحرين وتقوية العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصريقة ترجمة نانسي قنقر